اكتب كما تشاء في كتاباتك واملأ البحور بالإحساس انظر من زوايا نظراتك وازبح فعلى الأمواج ارجع تاني عيد حساباتك واطرق الوهم والأحلام سك بنفسك وعيش أيامك ولا تتراجع للخلف ودائما للأمام تقدم وعد خطواتك وصوف ترى النور والظلام وإن كنت ليك حكاية فالناس لها حكايات أهلا وسهلا بكم عزيزي المشاهدين وعزيزي المستمعين قناة الصحة والجميل الفضائية وامتابعين برنامج حكايات شاعر مع عمر عطى للموسم الأول أحب بس قبل ما أقدم البرنامج أحب أقدم التحية لكل الناس وكل فري العمل ولكل الناس المتابعين اللي شجعوني ودعموني من أظهر لهذا البرنامج برنامجي هو بيتكلم عن اكتشاف المواهب بيتكلم عن كل حكاية لكل واحد فينا الإيجابي والسلبي والنجد الفني برنامج حكايات شاعر مع عمر عطى في أول حلقاته يلكده على كل موهبة فنية هيلكده على كل المواهب المدفونة اللي أنا دايما أسميها موهبة مدفونة مع حكاية شاعر هنكون صوت لبعض هنكون سند لبعض نظهر لبعض علشان خاطر عايزين نوصل بالفن إلى الأمام برنامج حكايات شاعر هو برنامج لكل الناس على المستوى الثقافي والمستوى العلمي والاجتماعي والفني اكتشاف المواهب طبعا إحنا زمان كنا نسمع وكنا نشوف إن في واحد أين كان هو في الوسط الفني كان يشوف حد موهوب كان بياخده يلمعه ويروأه ويعرضه للمجتمع بالمواهبة الفنية بتاعته وطبعا إحنا عارفين وشوفنا ناس كتير لحد النهاردة وربنا يرحم اللي مات ويدى الصحة للي عايش من اكتشاف المواهب والناس اللي المواهب اكتشافتهم أنا في البرنامج ده إن شاء الله هنكون مع بعض في كل حاجة كل اللي عنده فكرة وكل اللي عنده موضوع كل اللي عنده موهبة سواء في المواهب الفنية أو المواهب المهنية حكاية شاعر هيلكدوه على كل حاجة في الفن بمعنى صح وعلى المستوى العلمي زي ما قلت ولا ثقافي اكتشاف المواهب طبعا النهاردة يعني زي ما قلت معاش زي الأول فإحنا النهاردة بنحاول مع بعض نحط إيدينا في إيدينا بعض ونظهر بالفن للأمام ونشوف مصر كلها أو الوطن العربي طبعا إحنا عارفين إن في مواهب كتير جدا 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 بس ما حدش شايفها أو ما حدش مكتشفها بل بالعكس السوشال ميديا هي اللي أصبحت النهاردة لاكتشاف المواهب بس ما حدش برضو واخد حقه أو ما حدش واخد يعني موضوعه أكتر في المواهبة بتاعته الحلم طبعا الحلم إحنا كلنا بنحلم بحاجات من صغرنا وكلنا بنحلم إن إحنا نكون حاجة حلوة في بلدنا والمجتمعنا وبنحاول على قد ما بنقدر حتى لو كنت إنت تسأل أي طفل صغير يقول له نفسك تطلع إيه أو بتحلم بإيه طبعا كل واحد عارف كان بيبا بيحلم بإيه أو نفسه يطلع إيه بس للأسف لما بيروح الوقت ما بيطلع حاجة غير اللي كان بيحلم بيها بل بالعكس في فئة بسيطة هي اللي بتستمر في المواهبة هي اللي بتستمر في الحلم بتاعها هي اللي بتستمر إن هي تظهر أو تظهر مواهبتها فده الحلم اللي إحنا كلنا بنحلم به وطبعا أنا كنت زمان أحلم إن أنا أكون قاعد على شاشة وقاعد في استوديو وقاعد قدام الناس علشان أقدر أوصل لجوايا وأقدر أوصل لكل الناس اللي هم عايزين يقولوه ففي برنامجي إن شاء الله هيتكلم عن الفن كله بمعنى صح وهيتكلم عن كل حاجة في الفن سواء ممثلين أو سواء مطربين أو رسمين أو أي حد في مجاله الفني أو مجاله المهني برضو هنرجع للاكتشاف المواهب تاني أنا عامل فقرة اسمها فقرة الفيديو وطبعا دي أنا بعرضها عندي على صفحتي على الفيسبوك فقرة الفيديو طبعا إحنا عارفين إن فيه ناس ما بتقدرش تطلع على شاشة أو ما عندهاش الاستطاعة تظهر في قناة فطبعا أنا عشان دعم للناس دي فأنا أمقدم الفقرة دي بتاعت الفيديو اللي هو أي حد عنده مواهبة أي حد عنده حكاية أي حد عنده حاجة عايز يعرضها على الهوام بباشرة يبعتها لي على عبر صفحتي على الفيسبوك وإن شاء الله مع بعض نظهر للفن بالأنام طبعا كل واحد زي ما قلت بيبع عنده حلم بيقارن بين حلم وبين شغله يعني أنت أي أن كان شغلتك إيه أو بتشتغل إيه طبعا أنت عندك موهبتك وعندك موضوعك وعندك فنك فبتحاول على قد ما بتقدر أنك أنت تتقارن بين الاتنين بين حلمك وبين شغلك يعني أنا واحد من الناس أنا عندي قتلية وبشتغل وبعمل شغلي وبتعب والحمد لله موفق بين شغلي وبين موهبتي إلا لو ما كنتش قعدت قدام حضراتكم على شاشة فبرضه نرجع نقول أن الفن قبل كده كان حلو الزمن الجميل طبعا إحنا لحد النهاردة بنستمتع بكل أغنية وبكل فيلم وبكل مشهد من الفن أو من الزمن الجميل زي دي أن إحنا النهاردة لما بنشوف الفن الحديث طبعا إحنا كلنا أو أغلبيتنا بننطقت فيه فيه نقض فيه لأن فيه حاجات ما ينفعش تظهر للمجتمع فيه كلام ما ينفعش يظهر للمجتمع بس هو ده الموضوع اللي هو الفن القديم من الفن الحديث طبعا أنا بس قبل ما أخش في أماك الحلقة أنا عندي قصيدة برضو حابب أسمحها لحضراتكم في أول حلقات البرنامج والقصيدة اسمها مستني إيه من الناس مستني إيه من الناس معظمها حلو مع الجنس الناعم مستني إيه من الناس معظمها مش مقدرة الراجل بس مقدرة الهاني مستني إيه من الناس نصها مقدينها على الهلس والحكاوي مستني إيه من الناس نصها عطلة ومقدينها على الأهاوي مستني إيه من الناس عملت من الرخيص غالي مستني إيه من الناس دفن نفسها في الطراب وبتقول إحنا في مكان عالي مستني إيه من الناس بقت عكس الناس وعملة نفسها أواض ومحاكم مستني إيه من الناس بتشجع المسخرة والبلطقة وبتقول العبرة في الآخر مستني إيه من الناس عندها تفكير ووعي بس مش عارفة تستغلوا صح وعادي مستني إيه من الناس عملت مهرجانات شعبية وبقت زي السلطة مستني إيه من الناس جيوبها فضية وبالفشخرة بتقول مليا الشنطة مستني إيه من الناس بتزيد في الزيتة وبتقول أهي فوضى مستني إيه من الناس لبسة بناطيل مقطعة وبتقول مو دا نزلة مستني إيه من الناس خربت بيوتها بنفسها وبالتفاهة بتقول أبدا والله مستني إيه من الناس بتدفع ألفات على اليوتيوب في التفاهة والأوانطة مستني إيه من الناس عملت فنانين وهم ما ملهمش معنا مستني إيه من الناس عملت حساب للدنيا ومش عاملة حساب للأخرة مستني إيه من الناس نصها معاها ملاقين وتقولك اتبرع ولو بجنيه مستني إيه من الناس صدرت للعالم غلطها وفي الأخلاق ما تلاقيش مستني إيه من الناس استخدمت النت غلط وبتقول أهي ماشي ومكملين مستني إيه من الناس سهبت العلمة والمثقفين وشجعت ودعمت الهلسين مستني إيه من الناس أفقدت العادات والتقاليد مستني إيه من الناس بتتفرج على قلة الأدف في رمضان وبتقول اللهم إننا صايمين مستني إيه من الناس نصها في موائد الرحمن طمعانين مستني إيه من الناس بتعمل الزنوب تاني في أول يوم العيد مستني إيه من الناس طبعا دي كان قصيدة مستني إيه من الناس والقصيدة دي أنا كنت كتبها في وقت كنت محتاج فعلا أكتب فيه قصيدة أجمع فيها كل اللي أنا كتبته أو كل اللي أنا قلته فيه لهذه القصيدة للمجتمع عما تنيعنا وبصفة عما وطبعا ما يحترم الشديد لكل الناس المثقفة وكل الناس المحترمة وكل الناس المبدعة فنرجع تاني بقى الموضوع حلقتنا ونقول اكتشاف المواهب النهاردة بقى أصبح حاجة صعبة مش سهلة زي ما إحنا فاكرين رغم أن الساحة الفنية بقى فقى كتير جدا من الفنانين وكتير جدا من المبدعين وكتير جدا من كل الناس اللي عندها إبداع وفن وتميز بس للأسف هل المحتوى اللي إحنا بنشوفه هل يصلح للمجتمع أو لم يصلح للمجتمع هي دي المشكلة اللي إحنا فيها أو دي اللي إحنا وصلنا له النهاردة في 2020 الفن الزمان كانت حاجة يعني كان بيوصلك الرسالة من الفن من المشهد أو من الأغنية أو من البرنامج أو من أي حاجة أيا كانت بتوصلك رسالة فالنهاردة ما بعاش فيه رسالة النهاردة بقيت عبارة عن إيه عن أي حاجة في أي حاجة وبتظهر أهم حاجة الشهرة والمكسب والمال وخلاص ده ده بالنسبة للفن اللي احنا اصبحنا فيه النهاردة فاحنا عايزين نحاول بيدين ابيدين بعض نحاول نرجع بالفن الى الامام كمان برضو هتكلم عن الشعراء بصفتي برنامج حكايات شاعر وانا كشاعر فهتكلم عن الشعراء لان الشعراء دولت هم اساس او يعتبر كده عمود الفن لان الشاعر لما بيتكلم عن موضوع او بيتكلم عن قصيدة او بيتكلم عن فكرة فبيحاول على قد ما بيقدر انه هو يقول كل اللي هو عايزه في تلخيص القصيدة او في تلخيص الاغنية فالشعراء لهم مني كل التحية والتقدير لكل شاعر كل واحد بيكتب كل واحد بيحاول يطلع اللجوه اهم حاجة ان احنا نحاول نطلع بالفن للامام علشان فعلا بجد احنا محتاجين نطلع بالفن في طريقه الصحيح بطريقه المزبوط لان طبعا فيه زي ما قلت فيه موهبين كتير جدا في كل المجالات يعني موهبين كتير جدا في كل المجالات بس هل يا ترى الموهبين دولت يقدرهم او يعرفهم ان هما يظهروا موهبتهم على الشاشات ام لا ليه لان حضرتك زمان تفاهم احنا النهاردة برضو بقينا في الالفينيات فما ايش حد عنده كل اللي بتفرج على اي حاجة او بتفرج على اي موضوع مش عاجبه فهو طبعا شاف ان كل الفن او كل الحاجات مش مش حلوة لا انا احب اقول لحضرتك لا احنا في حاجات كتير حلوة فيه فنانين فيه ناس مبدع فيه ناس بس عايزين نلكو الدوق عليهم لان لما نلكو الدوق على كل فنان بيكتب بيرسم بيمثل بيلحن حتى لو هو في موهبته المهنية لو هو صنايعي او حرفي او بيشتغل شغله العادي بس هو مبدع فيه او فنان فيه فطبعا هو ده بالنسباله هو ده مكسبه فاحنا من خلال برنامج حكايات شاعر في اول حلقاته هنتكلم عن اكتشاف المواهب هنتكلم عن كل حاجة تخص الفن هنتكلم عن كل حاجة مش عاجبانة في السلوكيات الفنية بالذات وبالاهم لان طبعا احنا عايزين نطلع زي ما قلت بالفن الى الامام فحكايات شاعر ان شاء الله كل اسبوع في نفس المعاد هيبع معانا حكاية جديدة هيبع معانا موهبة جديدة هيبع معانا موضوع جديد هنتكلم فيه وهنلكو الدوق عليه وهنعرضه للاستاذ المسئولين لكي يصبح الفن الى طريقه الصحيح زي ما قلت برضو الفن القديم احنا تعلمنا منه حاجات كتير جدا وتعلمنا منه كل حاجة تنفعنا في المجتمع من افلام ومن مسلسلات ومن اغاني اغاني وطبعا احنا في اغاني لحد النهاردة اكتر من مئة سنة احنا لحد النهاردة بنسمحها وفي اغاني من سنتين تلاتة ما بتتسمعش هو دي المشكلة في اللي انا بتكلم فيها او من خلال هذا البرنامج بلقضو على الموضوع ده زي ان فيه فيلم ممكن نسمعه من مئة سنة وفيه فيلم من سنتين ومن تلاتة ما تتسمعش هو ده برضو اللي انا بتكلم فيه زي المسلسل وهكذا فيه مسلسلات طبعا ما يحترم الشديد لكل الفنانين والكل المبدعين زمان كان المسلسل لما كان بيتعمل كان بيديك الرسالة اللي هو عايز يوصلها لك اللي هو عايز يخليك تمشي عليها علشان هي دي رسالته هو ده شغله والموضوع مش موضوع ان انا بمثل او ان انا بكتب او ان انا بغني او ان انا بعمله خلاص لا انا كل الموضوع ان انا عايز اوصل لك رسالة زي ما انا عامل البرنامج ده وبتكلم في البرنامج ده فانا مش عامله لكده وخلاص لا انا عامل البرنامج ده عشان القدو على كل حاجة في الفن كل حاجة تخص الفن كل موهوب وكل مبدع وكل فنان كل واحد حلمه يبقى على شاشة كل واحد حلمه يظهر للمجتمع بموهبته في حكايات شاعر هنكون سند ليه وهنكون صوت ليه مع بعض ان شاء الله وهيبقى معانا برضو كل اسبوع ان شاء الله اخر الاخبار الفنية في حكايات شاعر يعني كل خبر وكل موضوع يخص الفن زي ما قلت لحضراتكم هيكون معانا ان شاء الله يعني لحظة بلحظة اخر الاخبار الفنية ليه؟ علشان خاطر الناس اللي ما تعرفش حاجة في الفن او ما تاخدش بالها لا في حكايات شاعر هتاخد بالها من كل حاجة تخص الفن هتاخد بالها من كل الاخبار الفنية اللي محدش بيتكلم عنها ولا حد بيسمع عنها فهذا البرنامج ان شاء الله هيكون صوت لكل واحد فيكم والولية انا شخصيا وبحب اشكر كل الناس اللي دعمتني عشان خاطر البرنامج ده يظهر على الهواء احب اشكر الاستاذ الاعلام المحترم مبدئيا محمد نجم الدين والاستاذ سامح الهواري على دعمهم الشديد ليه فعلا لهذا البرنامج كما احب اشكر الاستاذ الاعلام المحترم الصديق الخلوق احمد عساف لان السيد احمد عساف طبعا انا ظهرت معا اول حلقة ليا كان في برنامجه حلم حياة عشان كده انا بقول يا جماعة الحلم لازم نستمر في الحلم لازم اه يعني تقتنع لما يكون عندك موهبة وانت خليك مقتنع بيها لو حد احبطك وحد قالك لا انت ما عندكش موهبة او مش موهوب بس انت واسق في نفسك ان انت موهوب استمر تسمحش كلام حد خد رأيه وقوله على دماغي وشكرا وكمل انت في طريق الصحيح لان هو لو هيعرف يعمل اللي انت بتعمله هيعمله بس للأسف اللي ما عندهش موهبة امره في حياته ما هيعرف يعمل حاجة نفسه فانا عشان كده بقول الحلم لازم نستمر في الحلم وكل واحد لازم ياخد باله من حلمه ويأكد عليه ويستمر فيه علشان يظهر ربنا يكرمه احب اشكر الاستاذ الشاعر المحترم عادل حمد لان الاستاذ عادل حمد طبعا هو اول من خلينا عملتله قصيدة بكلمات فينك يا غربة وطبعا كانت اول تجربة ليا ان انا القي قصيدة من كلمات حد تاني وطبعا كانت تجربة جميلة جدا وانا اسعدت بيها اه برضو احب اشكر الاستاذ سيد سعيد برضو بكلماته بقصيدة بافتكرك برضو انا عملتها له بالقاي انا فدي برضو كانت تجربة حلوة وخلتني ان انا اتشجع واستمر فعلا ان انا لقيت الناس شايفاني انا كعمر عطا شايفاني ان انا عندي موهبة او عندي موضوع فالناس دي وقفت جنبي علشان خاطر شجعوني ان انا استمر في هذا الموضوع كما اشكر الشاعر الصديق وابن بلدي مصطفى متولي برضو عملت انا هو قصيدة مشتركة وكانت برضو من التجارب الجميلة واحب برضو اشكر الافلاطون الصعيد صديقي راد الهلالي برضو عملت انا هو قصيدة مشتركة فدي طبعا كانت بالنسبة لي تجربة جميلة احب كمان اشكر الموهبة الجميلة مروة محمد برضو انا كتبت لها قصيدة اسمها انا بنتك يا مصر فدي كانت من التجارب الجميلة اللي خلتني استمر اكتر ان انا برضو يعني اخش في الشعر اكتر لان الشاعر زي ما قلت هو روح الحياة كل واحد عنده موضوعه كل واحد عنده شعره فبيحاول انه هو يوصل به او بموهبته يوصل بيها لبر الامان كما احب اشكر الفنان محمد حسان بالاشتراك فيه مع عمل نور الحق وفيلم قصير نور الحق ده الحمد لله كانت اول تجربة ليا في الكتابة كتبت الفيلم وهو حاليا في المراجعات النهائية عشان هو هيتكلم عن الزمن قديم من قبل 2000 سنة قبل الميلاد فطبعا دي تجربة بالنسبة لي فوق كل التجارب حاجة حلوة جدا ومميزة وان شاء الله ربنا يوفقنا كلنا فيه كل واحد بيشتغل فيه شغلانته فنرجع بقى الموضوعنا علشان خاطر نبقى عارفين احنا هنعمل ايه في هذا البرنامج وفي هذا الشاشة وفي قناة الصحة والجمال الفضائية اللي هي باية صوت لكل الموهبين ولكل المبدعين فمع بعد هنحاول ان شاء الله نخلي وقتنا كله وموضوعنا كله يهتم بالفن يهتم بالفن ان الناس اصبحت النهاردة في غاغة الناس النهاردة اصبحت يعني النهاردة كتير تسأل حدي طب ايه راك فيه مثلا في كذا يقولك لا ده الحاجة دي تلوث سامعي طب ايه راك فيه مثلا في الحاجة دي لا الحاجة دي حلوة وكويسة فهو ده الفرق احنا عايزين نخلي كل حاجة في الفن تبقى كويسة زي زمان هو طبعا ما فيش حاجة حلوة خالص بس اللي انا قدر اقوله ان احنا نخلي يعني على القد ما نقدر نخلي الفن بمعنى صح يوصل لطريقه الصحيح يوصل لبر الامان ما يبقاش عبارة عن الشهرة وعن المال وعن الفلوس وعن النفوز وعن الحاجات دي كلها لأ انت لما تكون فنان وتكون موهوب وعندك موهبة هتلاقي ربنا كرمك فيها هو ده الفن هو ده ده الموهبين ده اكتشاف المواهب انما انا لو بفلوسي عايز اظهر واطلع واعمل ده بالنسبة لي سهل بس المشكلة مش هعرف اقدم ايه اللي انا عايز اقوله للمجتمع مش هعرف اعمل الفكرة اللي انا عايز اتكلم فيها لما لما يكون الواحد عنده موهبة ويكون عنده التلقائية في الفن وفي الابداع هتلاقي ربنا كرمه وظهر وعمل كل اللي هو نفسه فيه زي ما احنا بنشوف كل الناس ظهرت ازاي وطلعت ازاي ومن اللي عنده موهبة ومن اللي مش عنده موهبة من اللي ينفع يبقى فنان ومن اللي ما نفعش يبقى فنان ده اللي احنا بنتكلم فيه في هذا البرنامج وفي هذا الشاشة اه انا فيه بس قبل ما فيه قصيدة انا اعملها يساء ويهداء الى روح بنت اختي الله يرحمها ودي قبل ما اختب بس الحلقة هقولها القصيدة اسمها بنت الستاشر سنة راحت الدحكة وفرحة الدار راحت التفولة واللعبة والهزار ما كتبتش ليك وانت عايشة بس بكتبلك بعد الممات هتفضلي في جلوبنا عايشة والصور محفورة في الجدران وادعتين وروحت لرب الكون وما فيش غير الدعاء الف رحمة ونورة عليك يا بنت اختي يا ست الحسن والبنات وليك والخلتك اتوصى نكتب احلى الكلام ده انت بنت الستاشر سنة وماكملتيش العشرين لسه مفرحتيش بنفسك زي البنات الباجيين بس هقولك انت في مكان احسن من اللي احنا عايشين فيه وما تزعليش من اللي حصل ده مكتوب وقداء وقدر من رب العالمين ودلوقت انت عن دخلتك شيرين ده حتى بينك وبينها سنة وشهرين وسلامي ليها ولكل الحبايب الغليين هتوحشينا وودعتينا لهوم الدين وطبعا فاكرينك بكل حب وخير ويدعي لابوك والامك والاخواتك بالصبر والسلوان لو كان بقدينا نشيل بدالك الموت كنا شلناه بس حكمة ربنا اجوى مننا يا احسان وزفتك كانت احلى زفة واحلى عروسة ويا رب في الجنة وفضلت قادع اليك ونزل الدموع عليك ووصلناك لحد مكانك وروحك عند الرحمن وعارف انك بتخاف من الضلمة وجناستك من كتر الناس كانت زحمة وابندقلك ربنا ينور جبرك كمان وكمان ما تنسيش تزورينا في المنام وابندقلك بالرحمة والمغفرة في كل وقت وادان مع السلامة يا حبيبتي يا نورت الدار دي كانت القصيدة واحب قبل ما اختم حلقات احب اشكر كل القائمين على هذا البرنامج وعلى قناة الصحة والجمال الفضائية وكل فريق العمل وان شاء الله تواصلوا معنا على صفحتي عبر الفيسبوك واخر حاجة بس قبل ما افعل سؤال الحلقة النهاردة هو لماذا اصبح الفن للشهرة وللمال وليس للرسالة الفنية السؤال ده انا هستنى اجابته من حضراتكم عبر الرسالة الصفحة ورجم ان انا عارف كل الناس عارف الاجابة بس عايز برضو اسمع الاجابة مرة تانية من حضراتكم احب اشكركم وشكرا جزيلا لكم دمتم في خير وامان الله ورعايته واحب اقولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة